إيمان خليف صدق المصداقية في كل شيء بالتعامل في التدريبات في الحضور في الكلام يعني هي قدوة المرأة الجزائرية حاليا ملاك النخبة السابقة بزايز عبدالقادر مدرب على مستوى المدرسة حماية المدنية حيث انطلقت إيمان خليف في التدريبات التواحى في مشوارها الرياض إيمان خليف كما تعرفوها ويعرفها العام الخاص ملاكيما متواضعة ملاكيما منضابطة ملاكيما ذو أخلاق عالية لأنها تكون من بطولة الأخريقي أو من بطولة العالم تجي واتدير حصة تدريبية مع أبسط ملاكيما هنا ولا أبسط يعني رياضيين جدد تتعامل معهم كأنها خاصة كأنها عائلة أكيد هذا الشيء يصنع تحفيز كبير باش الملاكيما يأخذوا يأخذوا كما نقوله هنا الطريقة اللي مشات عليها هي إيمان خليف كانت هي تحضر ربما الأولى على مستوى القاعة أمام جميع الأصدقاء كانت مضابطة لدرجة أنها جميع وقتها كان أكثر جل الوقت التاحة اليومي كان يفوت في النادي كانت هي من الأول الوصول للنادي يعني تتدربة مع جميع الفتيات تتدربة مع جميع الأبناء لأنها كانت عندها شغف أنها تحب هذا الرياضة ووصلت وين الحمد لله حقق لها ربما الحلم التاحة اللي هو الميدالية الأولى فيها هي وينما تجي تقول لك العمل العمل ثم العمل الخدمة هي تعرف حاجة أنها تجي للخدمة والعمل ثم العمل والإنضباط والحمد لله رانا نمشي في المصار تاحة هذا اللي راه تحبيز كبير للبانات ولا الأولاد الجيل الصاعد هذا إيمان خليف السلق والمصداقية في كل شيء بالتعامل في التدريبات في الحضور في الكلام يعني هي رهي قدوة المرأة الجزائرية حاليا إيمان خليف تحدث الصعاب قبل ما تكون ملاكي ما تحدث الصعاب أخرى اللي هي الظروف المعيشية القاسية اللي كانت تمرأ لها منها منها للفقر منها قلت الشيء كما نقولوا هنا كانت عندها ما كانت عندهم مدخول تسكن في قرية نائية بعيدة 20 كم على تيارة بس تنقل وجل هنا يعني ما عندها شترونس بورو بس تجي الحمد لله أنها تجاوزت هذا الأمور والآن رأي تتجاوز في أمور أكبر من ذلك شيء اللي هو ربما كم أراكم معرفتم اتحاد الدولي الظالم اللي راه كما نقولوا عنا ضد الملاكي ما إيمان أنها تكون بطلة أولمبيا لكن الحمد لله لجنة الأولمبيا خلط قرار التاح وإن شاء الله ميضالية بهذه أكيد حملة هذه كانت صعبة بزي على العائلة الرياضية تحتها على عائلة الملاكي الملاكي لكن الحمد لله إيمان الخليفة قوية في هذا الجانب هذا وهذا ما يحفزها إلا قوة وصرامة وعزيمة بش إن شاء الله هتكون الحضرة في الزين كما قالتها هي الحضرة في الزين لأنه لم يكن بطل وصل لا انتقاداته ولا يوصل لا جيدان وصل وصل مدرب على مستوى الناد رياضي الحمال المدنيات الزين عندها في الجانب الشخصيتها عندها يعني نقطع قسمهم إلى قسمين إيمان من أخت الحنون أخت المتواضعة مع جميع الناس وهذه اللي رأيه كمعلومة عند العام والخاص مع ذلك إيمان بشخصيتها ثاني إنسان منضبط إيمان في الطابعة التدريبية عندها نوع من الحزم نوع من الجد اللي خلاها تكون بطلة أولمبيا وبطلة قومية وبطلة مش حتى في الوسط العربي حتى بطلة في الوسط العالم الحملة اللي طالت إيمان خليب هي حملة ممنهجة محملة ضد نجاح رياضي الجزائري أو رياضي التيرتي بشكل خاص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا